اشتركوا في القناة ويضعوا ناخذ فقط الجزء اللي هو الكيستيرنال بليدن النسخ الخارجي وإن شاء الله المحاضرة والاسبوع القادم راح ناخذ الجزء الثاني اللي يخص محاضرة أو يخص جزء الانترنال بليد عدنا now the definition of bleeding closing of blood blood away from the body when there is cutting in the artery or vein or virus وعملية قلة حجم الدم نتيجة قطع في الأوردة أو الشرايين يعني حضراتكم تعرفون وهذا ممكن تكون internal bleeding أو external bleeding ممكن تكون هذه الأوردة والشرائين يعني بالعضلات الخارجية مثلاً قريبة من الجلد الخارجي من نصف الخارجي للجسد أو تكون internal داخلية مثلاً بداخل الرأة بداخل الأبدومن بداخل أي عضو ممكن يصير بين الزفداخل من الصيف والسبتم شواله العلامات والأعراض اللي راح تظهر على المريض أثناء عملية النزف اللي هي راح تنطينه مؤشر الاندكيته إنه المريض حالياً ممكن يكون النزف مالته احنا الخارجي ممكن من خلال المشاهدة لكن الداخل النزف الداخلي هذا يصحب تحديدة إلا من خلال الصيف والسبتم اللي يعني ظاهرات عليه الفيس الوجه مالتا عند اللبس الشفاه بيكون طل الوجه شاحب والشفاه تكون شاحبة أو بعض الأحيان بالسفير بليدين يصير سينوس الجلد بارد ويصبح جاف لن تعرفون أحد وظائف الدم هو المحافظة على درجة حرارة الجسم فذا فقدنا كمية دم كثيرة فذا راح يخلي الجلد الخارجي يكون جاف المريض أيضا يشعر بقشعريرة يشعر برجفان نتيجة قلة الدم داخل العشاء الداخل النبض يكون ضعيف جدا وخيطي نتيجة أيضا قلة حزم الدم المريض أيضا يشعر بالعطش نتعرفون الجسم مثل ما كلمنا قبل شوي أنه هذا الدم يحافظ على رطوبة الأحشاء الداخل للجسم فإذا كمية الدم كانت قليلة فأكيد راح المريض الشيشعر يشعر بالعطش البورنغ وفورنغ 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 يعني المريض يشعر بالطراب برعية ودوار أو يعني بتشوش برعية يعني نتيجة أنه قلة الكمية الدم فبالتالي راح يصبع لنا النبض قليل وبالتالي أيضا راح يمكن يصير عدنا أو يتبح عملية يصير عدنا أيضا الخفاض الفانتين يصير عدهم يعني يعني الطراب أو تشوش نتيجة نتيجة قلة التروية الواصلة للدماء تعرفون الدماء هو الجزء العلوي بالجزء فأكيد إذا كان الدم قليل يعني مثلا يصير عند الخفاض بلضغط يصير عند دوار يصير عند غيبوبة فأحنا شنسوا نرفع الأقدام السفلية والأجزاء السفلية والأطراف السفلية حتى نحاول نرجع الدم باتجاه الدماء على أساس أنه أوبعتها المريض راح يعني يدارك وضعه وينتظه نفس العملية إذا الدم حجم الدم داخل الجسم قليل فبهذا الحال راح المريض يصير عند تشوش بالدماغ يعني يصير عند الطراب يعني أشبه بالسيمي يعني غيبوبة يفقد الواعي بعض الأحيان في الحالات الشديدة عندنا نناول الموضوع اللي هو على أساس قسمنا المحاضرة طيب أوبليدينج عندنا النسف الخارجي وعندنا أيضا النسف الداخلي راح إن شاء الله نتناول هذا السبوع النسف الخارجي وإن شاء الله السبوع القادم راح نتناول النسف الداخلي السيرفس كوت السيرف أو سيرفس كوت يعني هو القطع الخارجي يعني الأجزاء مثلا يعني مثلا عندك مشكلة جرح بسكين جرح بآلة حاد بأي شي هذي شين تكون يعني تسميها النسف الجروح الخارجية وعمليات النسف الخارجية بطو برودكت غلوف إحنا يعني يعني فقط ما متطرقين يا شباب الموضوع شون حدث النسف لكن إحنا فقط ننطل نكم المعالجات لكل نوع مثلا إذا عدنا نسف خارجي شين نسوي برودكت غلوف نلبس غلوف ننظف ننظف نجليد نضغط على المكان حتى توقف النسف ننطل نظيف ننطل بيت أو نطل نصحفات أولي أو نمو قطعة قوز قطعة قطن إذا ما كنت قطعة ملابس ننشوو بيها برودكت من على المكان إلى المصحفة ويو يعني أن المصحفة نوصل للمستشفى ممكن هذا يعني يساعد على تقليل النزف لأنه هو نزف خارجي معناها يعني واضح وظاهر للعين المجرد فإن إذا صلطنا ضغط مستمر ضغط مستمر على مكان الجرح راح يتوقف هذا النزف نتيجة أنه هذا الضغط راح يساعد على تكون القطرة الدموية اللي تعرفون حضراتكم تتكون من عام الثامن والتاسع وصفايحات الدموية وبمساعدة الأوكسجين راح يتكون عندنا الخطرة الدموية اللي راح تساعدنا على توقف البلد إنكور جايز إنشجع على يعني وضع كيس الماء البارد أو كيس الترج حتى يساعد على تقلص تقلص اللي ساعدنا على تقلص اللوعية الدموية القريبة من الجرح وبالتالي راح يساعدنا أيضا على انسداد الجرح هذا النوع الأول عندنا النوع الثاني الخارجي نوعز البلد النسف عن طريق الأنف أيضا شنه الاجراءات اللي نستخدمها بتقلص برودوكت قلوف لازم نرتدي القفازات الواقية يعني نطلب أو نطلب يعني شجع الأطفال على نفخ الأنف باللطف لزالة التجلطات المخاطية الغير مستقرة بعض الأحيان نحن نتفد يعني حالة عندنا أو متعلمينها متوارثينها أنه أي واحد يصير عنده نزف باللأنف مالتين قل رفع رأسك للأعلى وهذا غير صحيح لأن هذا الرفع للأعلى راح يسبب أنه رجوع الدم إلى المجاري الخلفية وممكن يسبب له مشكلة واضح وإنسى بليدين كالسطوب انكوري نتعلم بلو هز اعنوز 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 فور الظل لأعنوز 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 وإيضا يعني إذا توقف ونزف نشجع المرض على عدم النفخ انفو مرات الأخرى لأطول فترة ممكن على يعني نحن نقصد بالنفخ مالت إنه إذا شعر أكو كلوتة غير يعني أكو كلوتة لكن جاي ينزف فإحنا شنسوي نزيل هذي اللي تكونت وبعدين نبدأ نسلط الضغط على مكان الألف حتى تتكون اللي كلوتة الكاملة وبعدها إنه نطب من الطفل إنه عدم النفخ لمدة من ساعة لأساحتين بينما تتكون الخطرة الداخلية وتسد الجرح موزيشن عند تحيط setting with the head slight four hour free work يعني إنه يكون جالسا ورأسه للأمام قليل للأمام قليل للأمام قليل وليس للخلف للأمام قليل إنه يكون وضع أيضا للأمام apply frame continuous procedure for minimum of the 10 minutes or until bleeding stop نضغط مثل ما قلنا لكم ضغطة بسيطة لمدة 10 دقائق لتوقف النزيف use and call the close or or قطعة ثلج حتى تساعد على توقف عمليات عن طريق النزيف عن طريق الف أيضا شنو الإجراءات اللي نطبقها productive gloves نلبس القفازات أبلا أيضا أيضا يا شباب أنه يكون ضغط على منطقة الجرح أن طلب leading لازم لحد ما يتوقف النزيف using cold clothing impossible ممكن أن نستخدم أيضا أيشياء باردة أو كيس ثلج بارد إذا كان النزيف يعني نقصد النزيف مو من الأسنان يا شباب يعني مثلا عندك صار جرح باللثة الداخلية أو مثلا باللسان مالتك يعني عن طريق الأكهل أو وقعت وانقضم اللسان مالتك فباقي الحال إحنا لازم نضغط على المكان ونحاول داما نفد نوفر فتش بارد للأما بكيس ثلج أو بقطعة غماش نخلي قطعة ثلج حتى نساعدنا على تقلص لوحية الدموية نتشجع على مص الأشياء الباردة أو نخلي فتقطعة الثلج بداخل مول حتى نساعدنا على عملية تقلص لوحية الدموية لكل الاكستان اللبنين ذاك سيرفيس كالت هذه الأشياء ممكن أيضا نتصل مصادر المحاضرة فتش standard المصادر تقول إذا هذه الحالات ننزف عن طريق الفم والأنف والقطع الخارجي ذول الثلاث نواع اللي حتينا عليهم ممكن أيضا إذا النزف ما if the breathing does not stop after 10 minutes نحن لازم في هذه الحالة نتصل بالخط الطوارئ أو هو رقم 911 أو 112 لازم نتصل بهذا الرقم حتى يسحفونا ويدزون الناس على الإدراك الحال منطفل 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 أو ممكن نزود الكادر أو الناس اللي يجوز يسحفون هذا الشخص بالمعلومات الأولية وعن حالته إذا كانت موجودة عندنا البرائزينج هو الكدمات الخارجية حنسميها قشطة دائما نصير عندنا منطفل يركض منطفل تركض وتتوقع هذا ما نسميه يعني فقط الجزء الخارجي يكون مخدوش المطفل المطفل يتحدث على المطفل المطفل يعني تكون بالأطراف السفلية وهذا غالبا نتيجة الطفل يركض المطفل خصوص للأطفال المصابين بأحد نواع فقل الدم نسميه هيموفيلية دائما من أول ما يوقع يصير عنده رأسا يصير عنده تورم ويصير عنده نزف بالمفصل ما أو وين وقع بالمكان فهذا نتيجة هو أول أصلا عنده مشكلة بعملية التخثر هيموفيلية دائما يصير عندهم مشاكل بهذه الحالة فبهذه الحالة لازم يحتاجون أنه أولا لازم نخبر ذويهم مثلا أطفال بالشارع أو أطفال بالمدرسة مثلا أو يعني مثلا نخبر الناس اللي هم مسؤولين عليهم حتى نتدارك if the parenting is in degrees of in size يعني حتى قبل لاي الزات حزم الكدمات والتقشطات اللي حتت نديجة السقوط هذا الطفل ودائما هم هم مرضى الهيموفيلية اللي هم معتهم مشكلة أيضا هم بعملية النزف الدموي فذولا لازم يكون لهم رعاية خاصة حتى نحافظ عليهم أيضا يعني لازم بالبداية أو بداية السقوط لازم it may be helpful to mark the auto line of birth area with up pain إنهم نحدد نحدد مكان الكدمات وقلم نيش حتى نشوف ها بدت تتوسع أو ما تتوسع إذا توسعت لازم نسعف المريض من النقل المستشفى إذا ما توسعت معناها الأمور إن شاء الله أوك أدنا النوع اللي بعد هو جوين on muscles or muscular bleeding the joint that most commonly bleeding are in ankles يعني أو knee on elbow يعني بمكان الكاحل ومفصل الركبة والألبو مفصل للمرفق لولا الأكثر مكانات اللي هما يصير بيهم الكاحلين والركبتين والمرفقين اللي هما دائما يصير بيهم bleeding نتيجتهم وسقوط يعني سقوط على هذا الجزء ودائما تعرفون هما يكون نقطة ارتكاز أثناء وضعية السقوط فبالتالي يصير بيهم bleeding فهذا bleeding أيضا يحتاج من عندنا أنه نحدد وممكن يكون نزيف بسيط يعني وتورم بسيط عند bleeding يكون تورم بسيط ونزف بسيط وبعدها نكمل الحالة اللي احنا به فإحنا لازم أنه بعد ما يصير عندنا الشخص هذا يسقط على هذه اللي هما المفاصل اللي التكلم عليهم الكاحلين والركبتين والمرفق فذولا دائما يحتاجون إلى رعاية خاصة لشهما مفاصل كثيرة الحركة يحتاجهم دائما بثناء المسير بثناء الحركة فيعني خلينا نقول هما أكثر ارتكاز الجسم على ذول المفاصل خصوص المفاصل القدم فيصير ممرات يصير بهم تورم بسيط وبعض الأحيان يكون بهم تورم يعني كثير أو كار التلج هذا المادة الغضروفية اللي تكون موجودة بالمفاصل أيضا يصير بها دائما ففي هذا الحال أيضا يحتاج لازم عفوا نراجع بهم الطبيب المختص حتى يجري لهم الأصحافات الأولية أو يتارك الحال أيضا عندنا المسل نزف من العضلات يعني هذا ممكن يكون بأي عضلة من الجسم بعد نزف المسل يصبح صغير و صغير من نزف من العضلة ممكن يصير بها تحدد ممكن يصير بها قلة حركة ممكن نتيجة هذه التحدد فنحن نحتاج أيضا نحافظ عليها من خلال تقليل حركة العضلة مثلا يمكن نزوتها باللفها ونسوي بانديج حتى نقلل من الأذية أو المشكلة التي حتى نتيجة النجف وأيضا لازم نتابع النجف هو قرد النجف هو اليوم يصير أحمر وبعد يتحول الأزرق وبعد يلا لون الأسود الداكن إلى أن ينتهي وإذا كانت هذه العضلة أحد العضلات الكبار يفضل أنه نطلب من المريض تقليل الحركة خصوص على عضلات الفقد إذا كان بها تمزق فبهذه الحالة لازم نطلب من المريض أنه يتقلل هذه الحركة بينما هذا الموضوع التمزق أو الحدث بالمسلز إلى أن يتشاف ويرجع الوضع بعض الأحيان يضطر الطبيب المفاصل لا تجبيس هذه العضلة هذا سبعانين واحد عنده تمزق تمزق هو معناها بدأك وفتنزف داخلي بالعضلة فهذه الحالة لازم ممكن نسولها جبسونة وبناء أو إلى أن تشفى فترة أسبوع وعشرة أيام يزهلون الجبسون الموشيرات أو العلامات اللي تتللن أنه هذه العضلات بها إصابات تنقلي أنه هذه العضلات تكون بها حرارة ويقل لك المريض جاء وخز بها يعني يحس بها المريض حرارة تورم بين يعني ألم وعندنا مثل أثناء الحركة يصير الألم يزداد أو عدم عدم فعالية المفصل أو العضلة أيضا لأنه يجب أن يجب لحدوث الثلج المتغفض وهو الثلج اللفها بقطعة قماش ونخليه على المكان أو على العضلة أو على المفصل ونخليه على المفصل ونخليه على المفصل ممكن نرفع الجزء المصاب إلى الأعلى حتى نساعد على امتصاص السوائل وعدم تجمح ورجوح إلى الداخل الدورة الدموية أو نتصل بالوالدين أو الوصي مالتي أو مالتي مالتي أو إذا ما قدرنا نتصل بالوالدين أو الوصي على هذا الشخص ممكن أيضا نتصل بالوالدين وممكن أيضا نزود الطاقم الطبي من تقرير عن حالة إذا كانت عندها فرد مشكلة أو حدثت لها مشكلة خلال هذه الفتعة